أصبحنا شهداء العصر الحديث بهذه الكلمات وصف الأب دوكليس البزي من العراق والأب إبراهيم الصباغ من سوريا ما يمر به أبناء بلديهما وقد أكد أن ما يحصل في العراق وسوريا هو مجزرة بكل ما للكلمة من معنى وليس نزاعا وحسب كما يصفه البعض كلام الكاهنين جاء خلال لقاء حركة التواصل والتحرير في الولايات المتحدة الأمريكية اذ تحدث الأب البزي بألم عن هجرة ألاف العراقيين المسيحيين فارغي الأيدي هربا من بطش ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق